انا اخد فقرة لطيفة هي عبارة عن صور. انا اعرض لكم صور بس. صور بس. عشان برضو يبقى عندنا حاجة لطيفة كده. صور ابداعات العسكر. صور ابداعات العسكر. المشهد اللي انتو شايفين قدام حضراتكو ده في في مساكن شانتون. بص حضرتك. دي منطقة موجودة في مساكن شانتون. اللي فوق دي كانت حديقة. بيبص عليها العمارات دي. والعمارات دي تمنها غالي جدا عشان بتبص على حديقة. مش كده ولا ايه. يعني لما بتروح تاخد شقة في عمارة زي كده بقولك ده بتبص على جنينا. بتبص على شارع عرضه مش عارف خمسين متر ولا ميت متر ولا ميتين متر. فهنا سعر الشقة دي غالي جدا. طب احنا برضو بتوع حديقة. بتوع خضرة بتوع الكلام العبيد ده. انزل يا معالم بالصبة. هب. طلعت الصبة اللي تحت. طلعنا الصورة كده كبرها لو تقدر ده. هزي الصورة دي اللي فوق تحولت الى اللي تحت يا جماعة. اهي. تحولت الى ايه. دكاكين. لازم نحط دكاكين. دي الجنيء على الشمال دي هي الخضرة. انتقلت هزي الخضرة والحديقة والنخل والحاجات دي كله تقطع. واصبحت دكاكين. كفيهات يا جماعة. بيزنس. الجنينة دي ببلاش. ده الفكر بقى اللي هو ايه؟ فكر القائد الزعيم الملهم اللي هو بيقولك اهم حاجة الفلوس. فالدولة كلها شغلة بفكر القائد الملهم. فماتت الخضرة دي عشان نعمل دكاكين وكفيهات. نجيب بيقى فلوس. طب الشقق اللي كانت ببص على جنينة دي ما تقول على الشقق. اهم حاجة الفلوس. الفلوس. وهكزا. انقل بقى هنقل معاكم مجموعة من الصور الكثيرة في هذا الامر. التطوير. دي فين يا شباب؟ دي حديقة اللوتس. في بقى؟ اه دي حديقة اللوتس على الشمال. ودي حديقة اللي مش اللوتس على اليمين. دي حديقة اللوتس قبل التطوير. ودي حديقة اللوتس بعد التطوير. اللي بعدها يا شباب. صور احنا بس هنقلل للصور. دي ايه اللي اه? دي اسكندرية الجميلة. اسكندرية مارية. دي في الفين وعشرة. ايام ما كان فيه خراب في البلد. ودي الفين تلاتة وعشرين. ايام ما كان فيه عمار في البلد. معنا صور تاني يا شباب. اهو. ده كورنيش اسكندرية قبل التطوير. ده الفين وعشرة كورنيش اسكندرية لما كان ينفع تروح تاخد شواء الترمس ولا لب ولا ولا تتمشن تومان تحب على كورنيش اسكندرية. وده في الفين اتون وعشرين لما الكورنيش اصبح لازم يجي فلوس. طبعا مفيش مكان في العالم زي كده يمكن معنا صور لو لو الزملة بس محبوش يضيعوا الوقت. ده يعني مش مش هنقول بقى ايه. هجيب لك كورنيشات ممكن ممكن اجيب لك كل احنا طبعا كل شمال افريقيا كل شمال افريقيا بيبص على البحر المتوسط. فكنت اجيب لك اه من المغرب للجزائر لتونس لليبيا. كورنيش عامل ازاي? لا. انا هجيب لك كورنيش جده. اللي كان صحراء. بص كورنيش جده عامل ازاي? روح عند بيروت كده. روح على اي دولة عندها كورنيش. تحب دايقك واوريكها صور هنا. يا جماعة بقول لكم هي المشكلة مشكلة ابداع. هو مش عنده المنظر ده او الخضرة او الحاجات دي. هو ازاي يجيب فلوس. ازاي ابن كباري ويحط تحتها محلات وقهاوي. الراجل بيفكر بمنطق تاجر سوق العبور. الدولة بتفكر بمنطق تاجر سوق العبور. اللي انتو شفتوه في اسبوع الصعيد. لما الكباري توزعت على الهوى والاثنين مليار ونص توزعت على الهوى. ما تحسش ان دي طريقة ادارة الدولة. فين الحاج سعيد تاخد الكبري ده بكام؟ هل؟ بس طبعا عشان الاعلام محطوط في بقه تلات تلاف جزمة. تخيل لو كان لسه باسم يوسف شغال. تخيل انت لو كان الاعلام لسه الاستاذ وقل براش الله يرحمه بقى. والاستاذ ابراهيم عيسى الله يرحمه بقى. ما لسه عايش يعني. والاستاذ لميس والاستاذ عمر يقدروا يتكلموا. ويتكلموا على فكرة تاخد الكبري ده بكام؟ والحوار اللي يدار مع الحاج سعيد. لا الكبري ده اتنين من ونص. لا تاخده من ونص. كأننا في سوق الخضار بنبيع كاراتين المنجا او اقفاص الطماطم. هنا تحولت هذه الدولة الى هذا الامر. اللي هو فكرة كيف نحول ده الحتة دي حلوة. جنينة يا عم وبتعسيبك من اللبيئة ولا بتاع. ارزع هنا ده المتر في الحتة دي ما تعرفش بكام؟ هذا هذا ما يفكر فيه. ما تعرفش المتر في الحتة دي بكام؟ لا قيمة لا الخضرة ولا البيئة ولا لمناظر تريح العيون ولا لصحة المواطن ولا غيره. اهم حاجة الفلوس.